اشتركوا في القناة الله الذي أعز وأذل فله الحمد وحده وله الشكر وحده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم أما بعد متتبعي قناة شوف تيفي حياكم الله جميعا طبتم وطاب من شاءكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وجميع الانبياء والملائكة والمرسلين آمين آمين موضوع اللي هو كي تسائل عليه الكثير من الناس موضوع الدفائن والكنوز وعلاقة استخراج الكنوز بحضور الزهري أو الثم دياله أو بأنه بعد الأحيان كي يبشيوا لأبعد الجرائم أنهم يدبحوا طيف البارئ في مقتبل العمر باش يستخرجوا هذك الكنز وكذلك شنو الأصل ديال الكنوز وما هو سر الكنوز وعلاش الناس كانوا كي يدفنوا الكنوز ديالهم فكما كتعلموا أنه في قديم الزمان كان يعني ما كانوا لا بنوك لا والو كان الناس كي يدفنوا الأموال ديالهم والذهب ديالهم والفضة والأشياء الثمينة كي يدفنوها في الأرض لكن قبل ما كي يدفنوها كيمشيوا عند الساحر الساحر كي يعطيهم واحد المكان معين وعلامات بما تسمى تقييدة يعني كي يكون كاتب لهم الرموز باش يعطروا لها وكذلك الدفنة كي تدفن معها واحد النوع ديال السحر وأي السحر عنده خادم من الجين هذك الخادم كي يبقى حارس هذك الدفنة وكيموت صاحب الدفنة وكي يستولى عليها هذك الجين اللي هو حارس هذك الكنز مع موت صاحبه يعني ما تسمون هذك الكنز هو كي يبقى كي تسمى كي يقولي في حلة دياله في الملك دياله وبعلم الشيطان الكبير اللي كي يكون خادم السحر هو حارس وكين جين آخر خادم هذك السحر كي أمر هذك الحارس ولي كي أمره مع مرور الوقت كي يكتشف الإنسان يقدر يكتشف هذك الدفنة أو كي يكتشف هذك الوتيقة اللي في هالمكان دين هذك الكنز لكن مني كي بشي بغي يجبدها كي يشرط عليه هذك الجين كي يشرط عليه أنه إما يدبح له دبيحة والدبيحة لغير الله يشيرك أنه كي يخرج من الإسلام إلى الكفر لأنه يدبح لغير الله غير يخرج مباشرة من الإسلام إلى الكفر مني غير كفر غير يعطيه هذك الشي اللي يبغي ولكن خسير الدنيا والأخيرة ذلك هو الخسران المبين إما أنه كي يعطيه شرط من الشروط أنه يحضر طفل أو طفلة يكون زهري له علاقة بهذه التقييدة بهذه الدفنة وإما أنه كي يشرط عليه أن الزهري اللي يجي يحفر هذه الدفنة بشي يخرجها وإما أنه كي يبشيو كي ما قتل الأبعاد الأبعاد أنه كي يقتل يشترط الدبيحة لهذا كالطفل وهذا الشي اللي يطرى مؤخرا مع الأسف أطفال يعني صغار كي يدبحوا على قبل هذا الشي يعني هذه رسالة أي أب أو أم اكتشف أن الإبن دياله فيه علامة اللي كتدل على أنه زهري أنه يرط ليه البال الزهري ما تذكر له في كتاب ولا في سنة ما تذكرش الله تبارك وتعالى في القرآن وما مذكرش في السنة أي في الأحاديث النبوية هو شيء معروف في عالم الروحانيات وكي يعرفوه الصحارة وكي يعرفوه الجن عنده علامات صغرى وعلامات كبرى يعني إحنا مغادرش نعرف عليه كل شيء لأنه كما قلت ما مذكرش في الكتاب أو في السنة وفقط هو اجتهاد بشري وما من اجتهاد بشري إلا ويعتريه عيب ونقصان لكن الرسالة اللي نبغي نوجهه لأي أب أو أم أنه اكتشف في الإبن دياله شيئا يدل على أنه زهري يرط ليه البال وما أمكن ما يخليش يخرج بوحده لأنك تكون الأعين تراقبه من الجن والإنس بهدف أنه يستخرج به كنز أو أنه يخدم به الصحراء والمشعودين في استخراج الأسحار أو في دفن الأسحار أو في التنزيل يعني ببعض الأحيان كيبشي شيء واحد عند شيء راقي أو راقية وكيكون معا واحد شخص زهري كيدير فيه التنزيل وكيهضر معاك يقول لي شنو عندك وكذا فالزهري كيكون مستهدف لهذا الوالدين المعنيين بهذا الأمر يردوا ليه البال وأحيانا حتى الكبار كيتخطفوا كيكون شيء واحد كبير زهري كما طرار قصة كنعرفوها أن شيء واحد خطفوها باش يستخرجوا بها يعني النوع من أنواع الكنوز وهي كبيرة يعني كترفع ما كتبقاش عاقل حتى كتتفق في شيء بلاسة اللي هي شيء غابة ولا شيء ضاريح ولا شيء رودة اللي هي ما عرفاش هذا كل ما كان لهذا الإنسان تقرب الله تبارك وتعالى ويدير الأذكار الشرعية ويلتاج الحفظ الإلهي لأنه هو أعظم حفظ باش الله تبارك وتعالى يحفظوا من هذا الشر لولا من تشر مع الأسف في زمننا هذا ولا من تشر كتير وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحي لا إله إلا هو فادعو مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو باش هذه مسألة فتوى وأقول ما أعلم فيها أنه سمي بالركاز ولا هو شروط يخص يكون في الأرض ديالك ويكون بطريقة شرعية استخراج دياله بطريقة شرعية لم يتأدى وشفي الناس ويكون كذلك بإخبار السلطات المعنية لا بد أن الإنسان ميجيش ويدير شرع يدلي أنه كين قانون إن الإنسان يلتاجئ لي ويقول لي رأعترت على واحد ميته ويديله ويقضي الأرض دياله ويقضي الأرض دياله ويقضي الأرض دياله ويعني رأى ملك دياله لكن باش غير يلتاجئ ويقول له بزاف ديال الناس خسروا فلوسه والله إلا كي يجيوا عندي شي ناس المركز كيف يكونوا شي معانا تقرع لنا هذا الشيء يعني أنت خليتي الكنز لفوق الأرض اللي الله تبارك وتعالى بينه وكتقلب على الشيء حاجة لي تحت الأرض يعني ناس كان عندهم فلوس بشير لهم سيارة ديالهم بشير لهم على الأسف وكتنصحهم كتقولين باعهد على هذا الشيء هاتش يره تحت الأرض رأي ما بينش لاش غتعمر به رأسك هاتش ليكي أما المسألة ديال الحل والحرام فيلتاجئ العلماء هم اللي غير يبسيوا في هذا الأمر هذا العلامات ديال الزهرية كين علامات بين اللي كان عارفو إحنا كاملين إما خط متصل في اليد إما يعني في عينيك يكون عنده واحد العالم ما في عينيه إما في الشعر دياله إما في الظهر دياله وكين علامات كبرى اللي كانت تكون في الدماء دياله وإن أخذوا بها احنا غنعطيهم واحد الرسالة وإن أخذوا بها هاتك الطيف اللي غديه انت تجبد به هاتك الدفينة وانت ما غتعلمش واش أنك غتتصرف عليها ولا ما غتتصرفش عليها أعظم ذن بارتاكبتيه جلس مع نفسك ودير هاتك الولد لهذه البنية ولدك ولا بنتك واشوف واشغاز بغيليه نفس المضرة توبوا إلى الله يا أيها الصحرة ويا أيها المشعودين وعودوا إلى الطريق المستقيم ففيها فوزكم ونجاتكم من النار